نحن هنا اليوم لإعلان عن إنشاء تيل تكنولوجي سيرافيسيس وهي شركة مشتركة مع المجموعة الشريف الفوسفات لوسيبي لوسيبي كما تعرفون هو شريك تاريخي لشركة إيبيان في المغرب ويشرفون اليوم أن نرى هذا المشروع يتشكل في حضور على مستوى أعلى من إدارة إيبيان في العالم على المستوى الدولي ستقوم هذه الشركة من خلال خدمات تيل تكنولوجي سيرافيس بإدارة التحول الرقمي وهو الترانسفورماسون ديجيتال لأطلقته مجموعة الشريف الفوسفات في المجال الزراعي والتجاري ويكون بفضل إن شاء الله التقنيات الأناليتيكس والأبجات كونكتي وكذلك الانتليجنس أرتيفيسي كما سيطلق إيبيان من خلال هذه الشركة خدمات التحول الرقمي للشركات المغربية والإفريقية حوال جميع القطاعات الأهداف ديل هذا المخطط وهي الرفع من نجاعة العمليات الصناعية وتطوير خدمات في ميدان الأسميدة والفلاحة شراكت تل ترتكز على تسخير خبرات أوسي بي وإيبيان وأيضا كما نواسيد الرئيس المدير العام على جد بوات أهيل مهارات على المستوى الوطني من خلال جامعة محمد السديس المتعددة التقنيات وفي إطار هذا الإطار واللي تكريس هذا البرنامج الرقمي فأوسي بي شرع في الاستثمار في مركب تكنولوجي تيك باك على مستوى بمدينة بن قرير مواكبة للجامعة محمد السديس تحتوي على خدمات وأجهزة جد متطورة وتهدفوا إلى احتضان شركات متوسطة وصغيرة كالاستغطاب يجب الإشارة في هذا الإطار في أن التك باك سيكون فيه أيضا داتا سنتر مركز للمعلومات جد متطور كمينصة وطنية للمعلومات يمتد على مساحة 2000 متر مربع سوف يتمو في الاشتغال في بداية 2019 جزء منه مخصص لتيل تكنولوجي وجزء مهم سيكون مخصص للنسيج الوطني قبل ما تخرجوا لا تنسوا إشت أبنوا معنا في الشين يوتيوب وبرتجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا إشتيروا جامل ترجمة نانسي قنع